بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم أحكام المرأة في الصيام الدرس الثاني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى اللقاء جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان وضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في هذه اللقاءات حول المرأة وأحكام الصيام فضيلة الشيخ حياكم الله حياكم الله مبارك فضيلة الشيخ رمضان شهر التوبة والإنابة هم ميدان لمنافسة في الطاعات وحق الخطايا ونود منكم توجيها عاما بضرورة وجوب التوبة وخطورة تأجيلها والفرصة في هذا الشهر العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإن الله جل وعلا جعل شهر رمضان موسما للخيرات والطاعات والقربات وكذلك هو موسم للمغفرة والتوبة والاستغفار لأن الإنسان عرضة للخطأ وعرضة للتقصير وعرضة للوقوع في الذنوب والمعاصي لأنه بين أعداء يعيش بين أعداء يعيش بين نفسه الأمارة بالسوء ويعيش بين قرناء السوء وجلساء السوء من الفسقة وغيرهم ويعيش أيضا بين شياطين الإنس والجن الذين يغرونه بالمعاصي ويعيش بين شهوات مغرية وفتن كثيرة فقد يقع الكثير من بني آدم في هذه الذنوب والمعاصي ويهلكون أنفسهم ولكن الله جل وعلا برحمته وإحسانه إلى عباده جعل لهم مواسم خيرات يتطهرون فيها من تلك الآثام ويتوبون إلى الله فيها من جميع الذنوب قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشكرون فالله جل وعلا فتح باب التوبة وفتح لعباده باب الرجاء ونهاهم عن القنوط واليأس من رحمته قال جل وعلا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال سبحانه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فالله سبحانه وتعالى برحمته جعل هذا الشهر لهؤلاء الذين قد يقعون في كثير من الذنوب والمعاصي فلو تركهم الله وما هم عليه لهلكوا ولكنه دعاهم إلى التوبة ودعاهم إلى المغفرة وفتح لهم باب التوبة وجعل لهم مواسم تضاعف فيها الأعمال وتقبل فيها التوبة أكثر من غيرها ويحصل فيها الإقبال على الله سبحانه وتعالى فهذا الشهر من هذه المواسم العظيمة التي يتطهر العباد فيها من ذنوبهم وسيئاتهم ويتزودون من الأعمال الصالحة وكما جاء في الأثر أنه شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عطق من النار فهو شهر عظيم مبارك فينبغي أو يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتنبه لأهمية هذا الشهر وأن لا يمر عليهم هذا الشهر كسائر الشهور وهم في غفلة وفي إعراض فلا ينتفعون من مواسم الخير ولا يتوبون من ذنوبهم ولا يرجعون إلى ربهم بل يستمرون في ما هم عليه من الإعراض والغفلة والاكثار من السيئات فإن هؤلاء هم المحرومون الحقيقة نعم بارك الله فيكم أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للأخذ بهذه الفرص العظيمة التي يهيئها الله عز وجل لعباده فضيلة الشيخ ماذا تقولون أيضا في مطلع هذه الحلقات لامرأة صائمة تقوم هذا الشهر قد تكون مفرطا في بعض حقوق الله من تأخير للصلاة من آدم صلة اللقاحة من تساهل في الحجاب أو حقوق الزوج أو ما إلى ذلك نقول لهذه المرأة نقول لأنفسنا أولا ولهذه المرأة وغيرها من إخواننا المسلمين علينا جميعا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين فعلينا جميعا الرجوع إلى الله في كل وقت وفي كل حالة إذا وقعت منا معصية أو مخالفة وجب علينا المبادرة بالتوبة في رمضان وفي غيره قال سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وقال سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فيجب على المرأة في هذا الشهر أن تتذكر موقفها بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن تحاسب نفسها وأن تتوب من ذنوبها وأن تكثر من الأعمال الصالحة قال الله جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وكلنا خطاء خير الخطائين التوابون فهذا الشهر فيه زيادة تيقم وفيه زيادة تنبه وفيه سر عظيم فإن حالة المؤمن في هذا الشهر تختلف عن حالته في بقية الشهور وهذا شيء يدركه ويشعر به كل مسلم فعلى كل مسلم بسبيل العموم وعلى المرأة بالخصوص على الجميع التوبة إلى الله واستشعار عظمة هذا الشهر ولعله أن يكون منطلقا للخير فيما بعده فربما يتوب المسلم في هذا الشهر أو المسلمة في هذا الشهر ويتنبه فيكون ذلك موقظا له في بقية حياته ويختم له بخير فيكون هذا الشهر منطلقا إلى الخير ويكون هذا الشهر مدربا على الطاعات ويكون هذا الشهر منبها للغافلين فعلى المرأة أن تستثمرها للشهر بالتوبة والاستغفار من جميع الذنوب وجميع السيئات وأن تقبل على طاعة ربها عز وجل في أوقاته الشريفة وأن لا تغفل مع الغافلين نعم بارك الله فيكم فريد الشيخ فريد الشيخ متى يجب صوم رمضان على المرأة وتحديدا على الصغير متى تؤمر به وجوبا على كل حال الصغير الذي لم يبلغ من الذكر والإناث يؤمر بالصيام إذا كان يطيقه ليتدرب عليه وإن لم يكن واجبا عليه لكن يؤمر به ليتدرب عليه ولينشأ عليه كما كان السله الصالح يأمرون صبيانهم بالصيام ليتدربوا عليه وإذا طلبوا شيئا من الطعام أو الشراب أعطوهم شيئا يتلهون به حتى يحين الإفطار كل ذلك لأجل تدريبهم وأما من بلغ سن الرشد من الذكور والإناث فإنه يجب عليه الصيام ويلزم به والمرأة بالذات إذا بلغت سن التكليف فإنها مثل الرجل يجب عليها الصيام وغيره من الواجبات ويحرم عليهم تحرم عليهم جميع المحرمات وأقل سن أقل سن تبلغ فيه المرأة تسع سنين فإذا حاضت تسع سنين فإنها تكون قد بلغت فتؤمر وتلزم بالصيام إذا حاضت وأقل سن تحيظ فيه الجارية تسع سنين نعم لو بينتم علامات البلوغ علامات البلوغ هناك علامات مشتركة بين الذكر والأنفة وهي التي يحصل بهذه المرأة نعم علامات البلوغ مشتركة وذلك مثل الإنزال إنزال المني إذا أنزل الذكر أو الأنفة منيا بالاحتلام فإنه يكون قد بلغ هذه واحدة الثانية الإنبات إذا نبت الشعر الخشن حول القبل أو الدبر حول الفرج بالنسبة للذكر أو للأنثى فهذا علامة على البلوغ العلامة الثالثة بلوغ خمس عشرة سنة فإذا بلغ الذكر أو الأنثى خمس عشرة سنة وهو لم يسبق أن ظهرت عليه علامة بلوغ من إنزال أو إنبات فإنه إذا بلغ الخامس عشرة من عمره فإنه يكون قد بلغ سن التكليف وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض فإذا حاضت المرأة فقد بلغت وأقل سن تحيض له كما سبق تسع سنوات نعم لكن هل يحصل التكليف بوجود علامة واحدة أم لابد من وجود تحصل التكليف بوجود علامة واحدة نعم أي علامة من هذه العلامات وجدت في الذكر أو الأنثى حصل فإنه قد بلغ سن التكليف نعم تتساهل فضيلة الشيخ بعض النساء في سؤال بناتهن الصغيرات عن مجيل الحيض وما إلى ذلك لو بينتم أهمية هذا الأمر وضرورته نعم هذا واقع وكثر السؤال عنه أن بعض الجواري يأتي عليهن الحيض فلا يخبرن فلا يخبرن أمهاتهن لذلك حياء أو جهلا منهن فتترك الصلاة تترك الصيام وهي قد بلغت سن الرشد قد تترك ذلك فترة طويلة كل هذا بسبب الجهد فالواجب على أم الفتاة أو وليتها من أمها أو أختها أو من من حولها من النساء أن تتفقد أحوالها وأن تسألها من أجل أن من أجل أن تشعر بأداء الواجبات ولا تستمر على ترك الصلاة أو على ترك الصيام فيجب تفقد أحوال الجارية من قبيل أمها أو أختها أو من لها بها علاقة من النساء أو حتى من أبيها أو أخيها أو وليها بأن يسألها عن ذلك ولا يستحيى من هذا الأمر لأنه يتعلق به عبادة وحق لله سبحانه وتعالى وهذا من موجب الرعاية ومن موجب النصيحة نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ إلى هنا مستمعية الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة نتقدم في نهايتها لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان أضو هيئة كبال العلماء وأضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالشكر الجزيل على ما وضح وإلى أن نلقاكم مستمعي الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر